بارك الله في المتسابقين وجزاهما خير الجزاء على ما أتحفان به من هذه تلاوة العطرة المباركة قبل أن ننتقل إلى لجنة التحكيم وهي علان نتيجة هذا اللقاء نبقى مع ثقرة أسرار القرآن نعود بعدها للسئنا في الحلقة فابقوا معنا أسرار يوم الديني قرآني قرآني سر لجاحي قرآني 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 سر لجاحي قرآني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد فمتابعة لموضوع سورة الناس كنا قد أخذنا أن السورة بينت محل المعركة بيننا وبين الشيطان الرجيم وهي الصدور والقلوب وعرجنا لأهمية القلوب وأهمية الاعتنابها لأنها ميدان المعركة بيننا وبين عدونا فإذا انتصر عدونا فيها خذلنا وإذا انتصرنا على عدونا فيها وفقنا وهي أيضا محل نظر الرب سبحانه وتعالى ويكفي لهذا المكان شرفا أن يكون محلا لنظر الرب سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك من الجنة والناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وهو مواقع المعركة ثم بيّن بعد ذلك نوع الموسوس وأخبر أن الذي يخشى من شر وسوسته في القلوب فيثير الشبهات التي تعطل العقول وتخرب القلوب ويثير الشهوات التي تدفع بنا إلى المعصية ليس من الجن فقط بل هو من الجن والإنس ممن رضوا بأن يكونوا حمرا للشيطان يستخدمهم كجنود يحققون رغباته ومآربه ونتائج حقده على الإنسان هذه فيما يتعلق بهذه السورة المباركة القصيرة المعنى والتي ذكرناها في الحلقات الثلاثة الماضية الآن لو أننا انتقلنا قليلا إلى السورة التي تليها لوجدنا أن هناك رابطا بين السورة هذه والسورة الناس وهي قول أعوذ برب الفلق لا زال أمر الله للمؤمن أن لا يهاجم العدو ولكن يتحصن أولا يبني حصنه ويمنع موقعه ليكون عصيا على العدو على أسلحته وعلى سهامه وعلى ضرباته هذه النقطة الأولى فسورة قول أعوذ برب الفلق تسير على نفس المنوال وهو أهمية التحصين الداخلي لجنود الله عز وجل في قلوبهم وعقولهم وعقائدهم من شر المخربين الذين يخربونها بالشبهات ويخربونها بالشهوات من نوعي الجن ومن الإنس قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ ولا زال يأمرنا بقل وقل ليست كلمة زائدة بل لها موقعها وأهميتها بأننا نحتمي بالله تعالى ونقول ذلك ونبلغ ذلك ليسمعنا من يسمع ويعرف عننا من يعرف أننا نفتخر ونعتز باللجوء إلى الله عز وجل الذي يحمينا من شر أعبائنا من الإنس ومن الجن من شياطنا الإنس والجن قل أعوذ أحتمي برب الفلق واضح المعنى برب الفلق أي رب الخلق من شر ما هنا قال بالتعميم من شر ما خلق والمعنى أن كل ما خلق الله عز وجل حولك له شرور تصدر منه بعضهم تصدر منه قصدا وهو العدو من الإنس والجن عدو الله عز وجل وبعضهم تصدر منه بغير قصد منه ولا أنه يريد العجل عليك ومن ضمن ذلك أنت ماشي في جبل سقط حجر على رأسك هذا شر وقع عليك من مخلوق مخلوقات الله تعالى دخل ضمن التعوذ بعموم قول الله تعالى ما خلق فهم من خلق الله تعالى وقس على هذا كل خلق الله تعالى الذين يمكن أن تصاب بأذى منهم بدون قصد وأما الشيطان من الإنس والجن فدخل أيضا في عموم التعوذ زيادة للتأكيد فخصصه في السورة الأولى وأراده في السورة الثانية بعموم قوله تعالى من شر ما خلق لأن شياطين الإنس والجن أيضا من ما خلق الله سبحانه وتعالى قل أعوذوا رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وخصص أيضا شر الليل وهذا له أيضا مدلول وله معنى أكثر الفواحش تتم في الليل أكثر المعاصي تختفي بسواد الليل بل كثير من المخلوقات الشريرة بالنسبة للإنسان تختفي في الليل وأنا أضرب لك هذا المثال وقد حصل وقد حصل لو أنك نعم في سريرك وبطانية النوم سوداء والليل مظلم ولا قمر وفيه سحر ماذا ترى ممكن إذا دبت عقرب أو دبت حية أو دبت عبان إليك وأنت نعم تستر في ظلام الليل وأتى إليك من يحميك إلا العالم سبحانه وتعالى به القادر على منعه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يحميك من شر لسعة العقرب أو الثعبان أو الحية أو من شر تسلل المتسلل من بني آدم الشريرين في ظلام الليل اهتمي بالله تعالى فيما لا تستطيع واهتمي بالله تعالى بطاعته فيما تستطيع من طاعته لأن طاعته جزء من التعود بالله تعالى من جديد مرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد أن أنصتنا خاشعين إلى تلاوة القارئين نستمع الآن إلى لجنة التحكيم لتعلن نتيجة هذا اللقاء مرحبا بالجميع وهو أنتظر نتيجة هذه الليلة المباركة وهي نتيجة بعد أن سمعت اللجنة من الطرفين أو من المتسابقين الكريمين كانت النتيجة على النحو الآتي يغادرنا في هذه التصفيات الأخ خالد يحيى عبدالله الكليبي لينال جائزة هذه الليلة ويتفضل بالبقاء معنا نسيم محمد صالح سنان في جمعية معاد العلمية إذ حصل في الحفظ على خمسين درجة وفي التلاوة على خمسين وعشرين درجة وفي الأداء والصوت على ثلاث درجات وثلاث أربعة درجة وفي رياض الصالحين على درجة كاملة خمسة عشر درجة كان مجموع درجات ثلاث وتسعون درجة وثلاث أرباع الدرجة والله الموفق إذن نبارك للمتسابقين ونخص بالتهنئة المتسابق نسيم محمد صالح بمناسبة تأخوله وانتقاله إلى المرحلة الثالثة من هذه المسابقة نشكر أيضا المتسابق خالد يحيى عبدالله على مشاركته معنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء ويتفضل بسلام جائزته المقدمة من الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم مبلغ مالي قدره عشرون ألف ريال إضافة إلى جائزة عينية مقدمة من جمعية معاذ العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية فليتفضل مرة أخرى نشكر المتسابقين ونشكر أيضا لجنة التحكيم التي شاركتنا في هذه الحلقة الشكر موصور لكم أنتم مشاهدين الكرام غدا بمشيئة الله تعالى نلقاكم في نفس الموعد كونوا في الانتظار والسلام عليكم موسيقى الحافظ يكتب الله يتهنى بحب الرحمن ويزيده علمو تقوى يلا إيمانه صدق وعرفان الحافظ يكتب الله يتهنى بحب الرحمن ويزيده علمو تقوى يلا وإيمانه صدق وعرفان ويزيده أهلا الله سفقناه باركنا بحب القرآن بالفرحة هلناه ويكل معهم فرحة أهلا الله سفقناه باركنا بحب القرآن بالفرحة هلناه اشتركوا في القرآن شكرا